كمان تم استخراج اول كارت موحد ذكي باسم الرئيس تم وضع هذا الكارت على البوابة الالكترونية عشان تظهر بيانات السيد الرئيس الجمهورية على الشاشة ويساهم طبعا هذا الكارت الجديد في تحديث منظومة النقل والسكة الحديد والمترو فعالية مهمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى مصر بتنظر الى احدث التكنولوجيات في مجال النقل بتتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات العالمية في مجالات النقل والموانئ وغيرها شيء الحقيقي مهم وشيء عظيم في هذا التوقيت اللي بتشهد في مصر تحول كبير جدا في شبكة النقل والطرق والموانئ المصرية طيب نشوف هذا التقرير ونرجع تاني مع حضرتكم الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الاخضر والمنعقدة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي اجهزة ومعدات جديدة احتضنها المعرض في قطاع النقل والمواصلات والمشروعات الجديدة في هذا القطاع مثل منرول العاصمة الادارية الجديدة والقطار الكهربائي والاجهزة الجديدة المستخدمة في قطاع السكة الحديد ومتر الانفاق وغيرها اشتركوا في القناة